ومن الطبيعي أني عيش التمييز بما أني أنا من منطقة التابوك وعيشت للتمييز أعتقد أنت خلتني أغير الموضوع الإفراسي كامل الكثير بيسال كيف يا تامر أنت من 300 ريال قدر تغير بعلن بنفسك نظافة إلى أن وصلت إلى ما وصلت لي الوعي الداخلي الاداتي النفسي كنت أعيب داخلي أني أنا أجهل في كثير من الأمور وهذا كان الأمر يعني ما تثر فيني بشكل كبير جدا وكنت أيضا أعيب داخلي بشكل كبير جدا أني أنا عندي ما يميزني عن الآخرين في عندي شيء مختلف أقدر وأنه كل إنسان لديه شيء داخله متغير بديت بعدها أني أبدأ أستثمر بنفسي بشكل كبير جدا وأقوم أتدرب وأتعلم خلاني خلال سنة واحدة أخذ أكثر من 100 دورة وورشة عمل وهذا التغيير خلاني أكتشف داتي صح يعني صرت عارف مين تامر إيش نقاط الجهل الموجودة فيه واللي هو ما يعرفها وإيش نقاط القوة أيضا الموجودة فيه ويعرفها بديت أطور اللي أعرفها وبديت اللي ما عرفها أحاول أني أتعلمها طبعا من هم النقاط اللي الإنسان لازم يعرفها أنا ما حدكر النص الداخلي عشان الوقت اللي أنا محكيم السلوك حاول دائما تغير في سلوكك اجلس مع نفسك كنت أجلس وقولش فيه في سلوك شيء غير جيد الآخرين هم بيشوفوني لكن أنا ما بشوف نفسي فكنت أكلم نفسي وأعرفش السلوك الغير جيد أيضا الفكر كنت أغير في تفكيري أغير في كل شيء أنا أعرف وحاول أغير فيه وأعدل فيه بشكل مستمر ومتسارع العلم والمعرفة العلم والمعرفة العلم والمعرفة هي اللي عملت أيضا التغيير أنا بدأت في حياتي فشرفت في أربع مشاريع فجلست مع نفسي فكرت وتفكرت إيش السبب اللي خلاني أوقف لقيت أني أنا جاهل في دراسات الجدوى للمشاريع جاهل في دراسة السوق جاهل في الدراسة المالية الدراسة الفنية فكرت محلات كده وبس مع الناس هم فتحوا جوالات يفتح يلا لقيت هذا جاهل من عندي لما جلست وتعلمت وعرفت عرفت أنه لازم قبل ما أبدأ المشروع لازم أعمل دراسة جدوى لازم أدرس السوق لازم أعمل استبيان وغير من نفسي وغير من مشروعي وطريقة عمل المشروع بشكل كامل وهذا أدى لنجاح بعد الله سبحانه وتعالى بديت أن يتحول إلى إنسان منتج بدل أن يتحول إلى إنسان اتكالي هذا أيضاً الأمر غير في حياتي وخلاني على طول لدي رسالة واضحة نحو نفسي ونحو مجتمعي أيضاً يعني أنا أمس كنت موجود في دبي وأمس موجود في جدة وأمس موجود في تابوك أمس ليلة أمس ثلاثة رحلات ثلاثة مشاركات من أجل التغيير لنفسي وذاتي النجاح الحمد لله من 2013 لن 2016 الآن عندي ما يقارب ألف موظف وخمسة منشآت داخل السعودية وخارجها رأس مالها بدأ بثلاثة مية ريال بالصبت بالفرقين ومنذلك كنت أنظر في أحد المبانئ حدانا ترى بسكسة رأسي كده والله أنا كنت أؤمن أنه ما في شيء مستحيل ما في شيء مستحيل الفشل كلنا نفشل كلنا نفشل عشان نتعلم ما في إنسان يتولد في هذه الدنيا من غير ما يفشل ما في أتحدي شخص هنا موجود ما فشل في حياته كلنا أول ممكن بدأنا نمشي وإحنا صغار نطيح ونقوم نطيح ونقوم بعدين تعلمنا أنه نمشي وهكذا هي الحياة الأجهزة اللي موجودة كلها ما مرت في هذه الدنيا إلا عبر محقات فشل خليك إيجابي إيجابي مع ذاتي كل مرحلة أحس فيها أني أنا بديت أوقف أخذ بالأسباب على طول دائماً أخذ في الأسباب للرفقة الجيدة مثل ما قال السيد الممدوع دائماً أبحث عن الناس الإيجابيين أوسع علاقاتي أنا أتمنى أن أعرف جميع الأشخاص أنا أعطيهم رقم جوالي ويعطوني أرقاهم لماذا؟ لأن كل ما تكبر دائماً كل ما تكون أنا أنجح لأنه أكيد كل واحد منكم عنده ميزة أنا أتعلم منها فلو تعلمت من كل واحد كلمة ودخلت في حياتي فقاموس العلم اللي بداخلي سيبدأ يزيد أنا الطبع إنسان متفائل لا تجاهم مغامر هذا كل الأمور خلتني أبداً أتغير حياتي بشكل كبير عايش بحب عايش بسلام مع الجميع ما عادي أحد مهما كان الشخص بيعاديني دائماً في حياتي أكون مسالم في الأخير هو عندما يعاديني بيعادي نفسه والمهم بيعاديني طبعاً وصفة نسميها وصفة التمييز والنجاح عفواً ركز دائماً في جهدك ركز في داتك خلي عندك حلم أنا كنت أحلم والحلم حق مشروع كل الأشياء ما كان أحد يقدر يحلم يمنعني أني أنا أحلم ولا أحد يقدر إنه أي واحد فيكم أنه يحلم كل واحد يستطيع أنه يحلم ما أحد يقدر تقدر أن تحلم أنك تكون وزير دكتور رجل أعمال أنا كنت أحلم أني أكون رجل أعمال لكن ما جلست أحلم و أنا نايم قعدت تتحرك وأسعى لتحقيق حلمي عبر العلم والتعلم والمعرفة وكفي قدراتي أصبحت كان عندي إصرار والحمد لله هذا قال لي أول من أخذ على جهة الإصرار في المملكة بعدما كان قلولي آشب والحمد لله أحد الأمور التي ستطلع فيها عن النص والد أحد أصدقائي في بداية حياتي بعدما أفلست ساب يقول لولده لا تمشي مع هذا الولد في عام 2015 جاني المكتب قال لي تكفى وظف عندك ولا نشتغل عندي الدنيا جواب الصدق خليك صادق مع نفسك خليك صادق مع الآخرين هذا الأمر مهم جدا في التعاملات مع نفسك أو في العمل أو في أي حاجة في حياتنا طبعا أجرت جامعة بل الأمريكية دراسة على مجموعة طلاب كشفت أن 3% منهم لهم أهداف واضحة وأن 1% كتبوا هذه الأهداف وبعد 20 سنة تبين أن 3% من مجموعة نفسها حققوا نجازات في حياتهم العملية مقدار ما حققوا 97% مجتمعين وهذا يعني لازم تكتب أهدافك أنا ما كنت أحب الكتابة لكن جاء جوال خلاني يوميا أكتب أهدافي أبدأ اللي موجود هنا أقعد أكتبه أستخدم بعض الأحيان سناب شات ووسائل التواصل الاجتماعي أعلم الآخرين عشان أرسخ المعلومة في داخلي وأيضا أضع الأهداف في داخلي من الآخرين لما يبدأوا هم يتواصلوا معي ويقولوا لي إيش أهدافهم فأقول طيب هذه الأهداف ممكن تتواثق معي أنا فأحطها كهداف فمهم أنه تكتب أي هدف لا تقول أنا والله يا بصير رجل أعمال وعندي فكرة وعندي أكتب أبصير دكتور أكتب متى حددها بوقت حددها بزمن لا تخليها عائمة اجعل حياتك سلسلة من النجاحات الحمد لله في عام 2014 يعني أنا سلم جاهزة الأسرار حق 2013 في عام 2014 أصبحت نام رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة في عام 2014 متلت المملكة في قمة شباب الأعمال دول عظم عشرين في عام 2014 أخذ جاهزة رواد أعمال الأكثر الأكثر إبداعاً في عام 2014 الأكثر ذاتيراً في الوطن العربي كعديد من الإنجازات في سنة واحدة لأنه حطيت هدف والهدف كان هذا في نفس التوقيت والدتي الله يرحمها كانت مصابة بسرطان فقلت لازم أعمل إنجازات وحققها قبل ما توفاها الله سبحانه وتعالى لأنه كان حالتها جداً سيئة وفعلاً خليتها تشاهدني وتشاهدني لأنها ما كانت لا تقرأ ولا تكتب فكان الوسيلة الوسيلة الوحيدة الوصل لها أني أنا إنسان ناجح أمي شوفيني واسمعيني والحمد لله قدرت أني أحقق هذا الإنجاز وسلسلة النجاحات هذه ثوالت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى دائماً تذكروا المتميزون قلة قليلة والمتميزون جداً نادرون جداً فحاولوا تكونوا أنتوا جميعكم من النادرون جداً ويعيشوا التميز وشكراً لكم اشتركوا في القناة